القوات عاملة على تنفيذ أهدافها حسب جدول الزمن لا أحد يرغى في إطالة هذا النوع من العمليات واحد وثلاثون شهرا منذ أطلقت تحالف العربي عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن واستعادة الدولة حصاد عامين ونصف من التدخل في بلد تتنازعه أجندات وقوى ما قبل الدولة وحكومة هشة لا تجد لها موطئ قدم في الأراضي المحررة وبلد منكوب بالحرب وتابعاتها فلا غذاء ولا مرتبات ولا تعليم ولا صحة ولا حماية وأوبئة تأتي على ما تبقى من صبر اليمنيين وحياتهم في اجتماع العاصمة السعودية الرياضة الذي عقده أزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بات من الواضح أنه خصص للدفاع عن السعودية والتحالف أكثر من فكرة إنهاء الانقلاب وبسط سلطات الدولة الشرعية على الأراضي اليمنية يحفظ اليمن ويحفظها لليمن لم تحضر اليمن إلا كورقة للنزاعات الجانبية في صراعها الإقليمي والمنظومة الخليجية ذاتها أو كمنطقة منكوبة بحاجة لأموال الخليج والعالم فيما لا يظهر آثار هذه الأموال والدعم المعلن عنه بصورة انتواز التصريحات فأكثر من عشرة مليار دولار يروج الإعلام الخليجي أنها قدمت لليمن ليتساءل اليمنيون أين ذهبت كل هذه الأموال الطائلة والدعم المعلن عنه فيما تتفاقم المشاكل الإنسانية وتزداد أوجاع اليمنيين حدة وضراوة فما هي أدوات إعادة شرعية لليمن؟ وما الذي جناه اليمنيون بعد عامين ونصف من التحالف سوى المزيد من التفكك والصراعات؟ جاء التدخل بلا أفق عسكري ولا سياسي ولا منجزات حقيقية على الأرض الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي بات يتحمل الوزر الأكبر في إخفاق التحالف باستعادة شرعيته يجد نفسه عاجزا عن العودة إلى قصر المعاشيق بعدا والمناطق الجنوبية المحررة التي انتقلت من قبضة الانقلاب إلى سلطة أبوظبي التي عملت على تسمين المجلس الانتقالي الذي بدوره يتحرك تحت غطاء عسكري خارج إطار الشرعية وإرادتها فأين هي الشرعية التي يتحدث التحالف منذ اليوم الأول للعاصفة عن استعادتها إذا كان الرئيس هادي ممنوعا من العودة لعدن والجزر اليمنية وسواحل البحر الأحمر والعربي خارج السيطرة عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل لكن لا أمل كما يبدو وعاصفة حزم لم تأتي بالحزم فهل على اليمنيين أن يحاربوا في كل الجهات منفردين؟ اشتركوا في القناة